الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسيمة كثيرا ما بعد وغير ماض ومثله قد عمل إن كان غير الماض منه استعمل وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر كذاك سبق خبر من نافية فجأ به متلوة لا تالي عندنا هذه الأفعال تنقسم إلى قسمين ما يتصرف ما لا يتصرف ما يتصرف يقصدون به الماضي كان الله قديرا المضارع ويكون الرسول عليكم شهيدا الأمر كونوا قوامين بالقصد قل كونوا حجارة أو حديد اسم الفاعل زيد كائن أخاك كائن اسم فاعل وما كل من يبدل شبشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدة وبعضهم قال المصدر هل كان الناقص لها مصدر الآن عندنا وفي جميعها توسط الخبر أجز إذن عندنا مسألة تقديم تقديم الخبر على الاسم واجب كان في الدار صاحبه الها تعود على الدار إذن وجوب تقديم وجوب التأخير كان أخي رفيقي هنا لم تظهر العلامات فوجب تأخير الخبر الجواز عندنا يجوز كان قائما زيدا قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين صاحب الإرشاد الخلاف في جواز تقديم خبر ليس وقع خلاف والصواب الجواز سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول ذكر بن معطي عدم تقديم خبر دامة لطيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالذكار الموتي والهرامي يقول وفي جميع توسط الخبر أجز وكل سبقه دامة حظر الآن عندنا أن يأتي أولا يقول الشيخ ما كان النفي شرطا في عمله قائما ما زال زيد هذا لا يجوز ابن كيسان والنحاص أجازة ما لم يكن النفي شرطا في عمله ما كان زيد قائما هكذا تركيب الكلام لو قلنا قائما ما كان زيد إذن وكل سبقه دامة حظر كذاك سبق ما النافية ما النافية لا يتقدم خبرها مثل دامة النفي هل هو فقط بما ما النافية كما قال الشيخ أم يجوز بكل نفي مثل لم نقول قائما لم يكن زيد يتمله القول وبعضهم قال النفي يعني هكذا قائما إذن تقدم على ما أو تقدم على لم لكن لو كان قائما بين ما والفعل تقول ما قائما كان زيد قائما لم يكن زيد إذن هذا وقع فيه الخلاف إذن هذه المسألة وقع فيها الخلاف في مسألة ما النافية هل يتقدم ولا لا فذهب الشيخ إلى أنها مثل دامة في عدم الجواز عند النحى وعند العرب وصلى الله على محمد